تحبوا دحكت مين؟ دحكت مين؟ اه يعني صوت دحكت مين اللي دايماً تحبوه تحبوه تسمعوه لا تعالي نغاير شوية يعني مثلا نقول ايه دحكت مين من المعروفين مثلا؟ مثلا؟ يعني هنيدي دحكتو يعني روح قلبي دحكيه جميلة بيتموتني صحيح؟ من القلب قوي هو خطير هنيدي دحكتو فعلا مميزة جدا مين تاني؟ وستاذ يحيى الفخراني دكتور يحيى الفخراني دحكتو سكر مكركرة كده ومن قلب قلبه اه اه دكتور يحيى دحكتو بالي حسن فايق كمان من الجو اه صح مين من الستات دحكتها حلوة؟ مقلناش ستات حلوة دحكتها حلوة اني ازاي؟ يعني ليها رنة؟ عارفة في دحكة لما تسمعيها انت تبتسمي اقولك على حاجة انا كن بنشتغل مصرح كنت بنشتغل مصرح مع سيد محمد النيدي فكان بيجينا ناس بقى نجوم وحاجات كده فيه نجوم تقال ما بيه تحكوش وفيه نجمات بقى بالذات يعني عندك نبيل عبيت دي بجد بجد يا هدي دحكتها يعني تسمع الصلاة كلها فتلاقي هي تضحكت تلاقي الصلاة كلها تقوم دحكة وراها دحكت صحيح دحكتها مميزة جدا انتو عارفين انه في مسلسلات اللي هي زي مسلسلات مثلا فرنز فرنز لما تبصوا ورا الكواليس فرنز كان بتتصور على ستيج وفيه جمهور حقيقي من جوا الجمهور كان فيه موظفين تضحكوا شغلتهم كده ان هو يضحك حتى لو فيه ما يضحكش لان الدحكة عدوى وبيخلي الناس كلها تضحك ففيه ناس بتبقى متوظفة عشان تضحك مش عارف انا مش بتفقى اصلي مع المثل اللي دايما او مع الاتجاه الشعبي اللي انه احنا واحنا بندحك لازم نواطي صوتنا والبنت ببقى صوتها عائلة وهي بتضحك ونفعش نضحك كده عمال على بطال ونفعش ببقى اللي بعدين بتفرق فالضحكة فانت تتحكي فضحكتك تعلى او ادائك يبقى كده مرح ففيه دايما ايه لا لا مايصحش لا لا وفيه ناس اوفر يا شيري معلش يعني فيه ناس برضه هي ايه هي شعر مايبقاش انا قاعد في مكان عام وتلاقي فيه دحكة رنت كده ماشي يا حبيبتي السدحكة دي زي خط الايد لو طبيعتها كده يعني هي طبيعتها كده دحكة رنانة لكن فيه ناس بتعمل الداحكة لكن مش مسترع بس برضه بيبقى الواحد ايه ليه ليه يعني علشان بس يعني هي دي خلاص ارتبطت معانا ان فيه قواعد وفيه لكل مقام المقاب انا بتهايلي انه الحاجات المصطنعة هي هي اللي لازم نبقت عنها لكن لو انت دحكتك دحكة لطيفة وعالية ورنانة انت او انتي ليه تكسف منها لا مش هنتكسف لكن يبقى نحطها في مكانها الصح او واتشت ما تخليش حاجة تفوتك اشتركوا في القناة